حقيقة قريمة ذار الرئاسة قريمة متشعبة وكان لها مداخل كثيرة جدا أولا عكست الصورة الحقيقية لحزب الإصلاح كحزب يحمل في طياته الإرهاب بشكل متقدر وبشكل متكامل حتى أنهم لم يندموا على أي شيء كانوا مستعدين أن يموتوا الألف داخل الجامع دون أن يبدوا أي ندم ولا أتهم القيادة بشكل عام لكن هناك قيادة كثيرة من ضمنها الراحل عبد المجد الزنداني عموما عكست الصورة الحقيقية أيضا لرئيس عبد الله صالح الذي أنتصر على هؤلاء حيا وميتا الرجل كان يحمل مشروع ديمقراطي مشروع حامل للديمقراطية حامل الحرية للكرامة مشروع مبني على الدستور اليمني مبني على الأطر حقيقية على مؤسسات حاولوا بكل الطرق بكل السور للأسف الشديد القوى السياسية الحية الموجودة من يسار ويمين وقوميين وغيرهم أن يفشلوا هذا المشروع وسعوا بكل قهدهم بدل أن يساعدوا على إحياء هذا المشروع من أجل إحداث تراكمات داخل المجتمع اليمني والمشروع الديمقراطي لكن للأسف الشديد وقفوا بكل صلف وتصلب حتى جاء الأحداث الربيع العربية 2011 وخرج هذا الغثاء الذي استهدف علي عبدالله صالح في زمان ومكان مقدس كما قال الدكتور طالع الهنداني يعني حقيقة الاستهداف فتح أمام قتل الناس بعد ذلك قتلوا ناس في السبعين جنود لا علاقة لهم بالمشهد السياسي ولا شيء جنود مساكين جنود طيبين كانوا يحمون الوطن أيضا قتل الأطباء في مستشفى العرضي بكل برود لم يبدوا ندما واحدا هذه القيادات لم تبدوا ندما واحدا ندما حقيقيا ولا حتى إدانة حقيقية هذا فتح المقال أمام حاجة اسمها الشهادة وبدأ الزحف داخل الساحة أيضا وألبسوا الأكفان الأطفال وأنهم سيدخلوا إلى الساحات وقمعة الزحف كل هذه المسائل للأسف الشديد كانت نتاج تخيلات وتصورات مغلوطة تم تعبيتها من قبل القيادات للموجودين في الساحات وتصوروا أنهم الشعب اليمني كله وعلى هذا الأسف تصرفوا للأسف الشديد وقتل كثير من اليمنيين حتى اللحظة ربما يفوق الـ 500 ألف يمنيين قتلين وقريبين